بنغازي ثاني مشاهد الربيع العربي تتصاعد فيها وطيرة الصراع بين الجماعات المسلحة المتناحرة في مختلف مناطق ليبيا لتجبر أكثر من مائة ألف شخص على الفرار من منازلهم وفق ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤكدة أن الصراع المتفاقم في بنغازي ودرنا شرقا وفي أوباري في جنوب شرق البلاد وفي كوكلا غربا يعيق عمليات الإغاثة بسبب عدام الأمن ويعيق قدرة وكالات الإغاثة على تقدير حجم النزوح الداخلي فراره 65500 شخص من بنغازي بينهم حوالي 2500 شخص نزحوا سابقا من بلدة تارغاء الشمالية الغربية المهجورة وتزايد عدد الأشخاص الذين فروا من بلدة درنا الساحلية الشرقية بسبب القتال الدائر معظمهم من النساء والأطفال هم بأمس الحاجة إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والسلع الأساسية الأخرى منغازي التي تشهد أشرس المعارك وفر منها السكان إلى مدن المرج وأجدابيا والبيضاء ومصرات المجاورة التي باتت إمكانياتها محدودة جدا في مساعدة النازحين مما اضطر مدينة المرج إلى إغلاق مدارسها لاستقبال غير القادرين على الإقامة لدى عائلات مضيفة فيما تجد مدينة البيضاء وتبرق أيضا صعوبة في استضافة العدد المتزايد من النازحين الذين يبحثون عن مأوى وأقفلت المدارس فعليا في تبرق والبيضاء الواقعة في الشرق أبوابها أيضا لاستضافة النازحين ليبيون وجدوا أنفسهم رهينة الحدائق والمدارس ومواقف السيارات في أجدابيا والمدن المجاورة ولا يملكون إلا أغطية بلاستيكية رقيقة وبعض الخيم التي ينامون تحتها والتي لن تقيهم الرياح والأمطار في أشهر الشتاء المقبلة وستكون الأصعب على النساء والأولاد وكبار السن الذين يفتقرون إلى الملابس الدافئة والسخانات والخيم والمآوي المعزولة مواكب الإغاثة العابرة للحدود هي طريقة الوحيدة لإدخال الإمدادات إلى أن المفاوضية تواجه قيودا على صعيد التمويل وإمكانية الوصول إلى المناطق وفي غياب أي بدائل رحل الكثيرون في مراكب التهريب إلى أوروبا وحتى هذه الفترة من العام الراهن وصل أكثر من 156 ألف شخص إلى إيطاليا أكثر من 85% منهم انطلقوا من ليبيا وتستعد الآن تونس لفتح أبوابها لاستقبال عدد آخر منهم أيضا وفي الوقت الذي شهدت به العاصمة رابلس هدوءا نسبيا بعد أن سيطرت قوات فجر ليبيا وهي فصيل مسلح مرتبط بمدينة مسراطة على المدينة وشكلت حكومة منافسة لحكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني عادت لتدخل في دوامة العنف من جديد إذ شهدت عودة الاشتباكات الأمر الذي أدى إلى إغلاق المطار الرئيسي العامل في المدينة ولم يتضح حتى الآن من الأطراف المشاركة في الاشتباكات ولم يرد تأكيد من السلطات الصحية بشأن وقوع خسائر بشرية ثلاثة أعوام منذ سقوط معمر القذافي تكافح ليبيا لتتجاوز حالة عدم الاستقرار في الوقت الذي تتنافس فيه الفصائر المسلحة التي قاتلت جنبا إلى جنب للإطاحة بالقذافي على السلطة ثمن غالي يدفعه الليبيون من دمائهم وثرواتهم بعدما سمحوا لعشرات الأصابع أن تتلاعب بوطنهم